أنا بس عندي اعتاب على مين؟ على الأستاذ المحترم أحمد فؤاد الوطن الأستاذ أحمد فؤاد الوطن لو تعرضوا لي سكرينشوت من التعليق بتاعه على صفحتي على فيسبوك من يومين ثلاثة يبقى يقطر خيركم التعليق هتلاقيه عندكم يا جماعة على واتساب لا لا هتلاقيه عند أول ما تبقى جاهزة عرضوا احنا كنا قلنا الأسبوع اللي فات ان دلوقتي كهرباء موضوع كهرباء ان حصل تواصل ما بين المحامي الدولي تعقربة ومحامي الدولي بتاعنات زمالك محامي كهرباء قال المحامي بتاعنات زمالك احنا عندنا مقترح ان احنا ندفع 2 مليون دولار بالجنيه المصري وان انتوا تتنازلوا ونخلص بقى الملف ده وتتنازلوا على الفايدة اللي بتصل لحوالي 400 ألف دولار وان المحامي نفسه تواصل المحامي بتاع الزمالك بقى تواصل معك لو مش لاقي حد يتواصل معا لان عارف ان المرحلة دي لسه مفيش استقرار إداري لسه فيه مجلس منتخب وبتاعه مش عافية ولما تواصل طبعا الطلب ده قبلة بالرفض وقلنا فيه اتجاه في نادي زمالك لرفض طلبات محامي كهرباء الدولي تمام؟ استغربت جدا لما لقيت الاستاذ المحترم وما بقدره اللي عمل بصراحة يا جماعة مجهود عظيم في المرحلة الحالية داخل نادي زمالك عظيم عظيم الاستاذ احمد فائد الوطن استغربت اتفاجئت وانا ما خدتش بالي حتى يعني حد من الناس اللي موجودين قد من صفحتي على فيسبوك لقيته بيقول ليه الحق ده الاستاذ احمد فائد الوطن رادد عليك في الخبر اللي احنا نزلناه بتاع اللي انت قلته في الحلقة بتاع الكهرباء والتواصل والكلام من ده وقال يا صديقي العزيز ده ما حصلش خالص قالك ده ما حصلش خالص دلوقتي اتفاجئت ان الاستاذ احمد فائد الوطن بنفسه تلعف قناة الزمالك مبارح واكد على نفس الكلام اللي احنا قلناه بالضبط حتى انا ساعتها انا اصلا متأكد من معلومة اللي قلتها اسبوع اللي فات فساعتها استغربت وقلت هو استاذ احمد فائد الوطن هو داخل ينفي الكلام ليه معلومة صحيحة فسكت سكت لكن هو اكد المعلومة بتاعتنا انبارح في مداخلته تقريبا بيقولولي باين فقلات الزمالك او حاجة كده بيأكد المعلومة اللي احنا قلناها بالضط بدقة وقال لك ان احنا لن نتنازل عن جنيه في غرامة كهرباء ومش هنقبل ان احنا ناخد الفلوس بالمصري احنا عايزينها بالدولار لان انا ساعتها قلتلكم هيبقى خسار نادي الزمالك تصل لحوالي 25 مليون جنيه وان احنا مش هنتنازل عن الفايدة لان دا حقنا ونادي الزمالك لما تيجي تحسب الفايدة اللي هم 400 الف دولار ولما تحول الفلوس اللي 2 مليون دولار للمصري فهنا في فارق لما فارق العملة مع ال 400 الف دولار هتلاقي الزمالك هيخسر 25 مليون جنيه فالناس لما حسابتها قلتلك لأ احنا عايزينها دا حقنا محتاجين لكل مليون محتاجين لكل مليون احنا محتاجين لكل الف جنيه بسبب الوضع الحالي فرفضنا فانا اتبسطت اوي ان الاستاذ احمد فهد الوطن بنفسه طلع امبرح في خاطر الزمالك اكد الكلام اللي احنا قلناه رغم ان هو دخل على صفحتي نافى الكلام دا بدون اي تفسير انا مش قادر اعرف ايه التفسير والله كنت عايزة اتواصل معاه سكلا عندي شوية برد وما كنتش قادر اتكلم والله خلال الويكيند اللي فات دا يعني فلكن انا يعني لقيت فيه اهو قدام حضراتكم يا ياريت يا جماعة طب ما انتو هاتو صفحة من فوق برضو الصفحة من فوق مع السكرينشوت كان من فوق ايه المهم ايه المهم ايه المهم دا هو دا كان تعليق اهو الموضوع والحكاية كلها لم يحدث منها اي حاجة يا عزيزي فدخل طبعا مصطفى الملة صاحب دا يعني صديق زبال كما انا يعني معرفش واحد من المتابعين على الصفحة طبعا بتشرف بيه جدا قالك تسلم يا استاذ احمد بس اريد توضيح من حضرتك هم هيمطلوا مدة قد ايه علشان كلام من دا يعني وخبالك فالرجل تلعب اوضح في قناة الزمالك امبارح بنفس الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة اللي هو استاذ احمد فائد الوطن نفى كلامنا فيها اذا احنا معلوماتنا صح بدليل ان استاذ احمد فائد الوطن اكدها امبارح في مدخلته في قناة ناس الزمالك اقول لي يا جماعة كانت مدخلة ولا لقاء معلش بس عشان برده بكون دقيق او بحب الدقة يعني طيب مش اسأل خير يا هتلاقي عشف مهم فده موضوع كهرباء فالزمالك حيرفو تماما تماما انه يتنازل عن جنيه في موضوع كهرباء تبقى للمعلومة اللي عندنا تبقى لتأكدات ساذ احمد فائد الوطن المدير المالي في اللجنة الحالية اللي ايامها خلاص اصبحت معدودة جدا 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 داخل نادي الزمالك اشتركوا في القناة